صباح الخير او مساء الخير يا برج الحوت. فهنبدأ ببرج الحوت القراءة العاطفية. وان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله. تعب نشوف الطاقة العامة. اه لبرج الحوت وللشريك كمان. اه دي طاقتك يا برج الحوت انت حاليا اه زي ما تكون اه بتفكر تبدأ شيء جديد. بتفكر تبدأ حياة جديدة. بتفكر تبدأ مشروع مسلا اي شيء. ومحتار ما بين امرين. هنشوف كده اللي بعدها. اه انت الظاهر كده اه خارج من علاقة فيها انفصاف. ويعني محوط على مشاعرك بطريقة بطريقة يعني جمد قوي. ولمنت يعني كل اللي فاضلك. وبدأت ان انت تشوف بقى طريقك قدام ايه? ده من الاخر يعني. اوكي? ولو اعتبرنا دي طاقة الحبيب فالحبيب بيرقبك. وبرقبك مرقبة جمدة قوي يعني. ممكن تكون مش ملاحظوا لانه مخبي نفسه بص عاطسة نفسه كده. بس كان في انفصال وانفصال قاسي شوية. يعني تقلمت شوية برج الحوت. تعب نشوف بقى الحبيب اللي بيرقب ده. مشاعره ايه? مشاعرك? شايفك ازاي? شايفه ازاي? الا لا لا لا. ايه? يا واحد شايف ده انت اني شايف كده? تعب نشوف هنا اه ناوي على ايه? او ناوي ايه الخطوة اللي ياخدها? وانت ناوي على ايه? الله. الله برج الجوزاء ظهر لنا بوضوح. يعني بقول لنا انا مسيطر هنا. طيب اه الاعلاقة دي اه هو شايفها? هتبقى عاملة ازاي? او او شايف ان الخطوة دي هتؤدي الى ايه? يعني في الاخر اوكي? يعني نبقى مع بعض يعني. طيب انت شايف العلاقة دي ازاي? ونصيحة في الاخر. طيب. مبدأين كده يا برج الحوت? الشريك زي ما يكون كان اه في عزلة. اوكي? لان انا عندي هنا كارتة زي هرمت لو بتتعامل مع برج العزرق. وعندي هنا برج السرطان كمان. انا هقول الابراج كده واحنا ماشيين بالترتيبة عشان ناسي بتسألني ما قلتيش الابراج ما قلتيش كزا. ومش لازم الابراج. يعني ممكن يكون برج وميزان بس طالع جوزاء. عشان ما فاهمين يعني. لان دي طاقة. هي طاقة مش اكتر. طيب. اه طبعا ده كارت برج السرطان. ده شخص اه فجأة كده فجأة بدون اي مقدمات فاق من غيبوبة تقريبا كنين فيها ولا حاجة. وعايز ياخد قرار. عايز ياخد قرار. ومحتار ما بين القرار ده وقرار ده. ده شخص طبعا الكارت العربة محتار ما بين قرارين. يعني يخش مين ولا يخشش من. طبعا الابيض والاسويت بينين اهم. اه في مقابل ان انت مشاعرك ازا صام. انت انت ممكن تكون اه مش مش مشاعرك حلوة بالنسباله. انا ما بقولي هنا مشاعر الشريك ممكن تكون مش بالنسبالك انت. ممكن تكون مشاعره حاليا عموما يعني. تمام? فهو حاليا محتار. اوكي? انما انت انت شغلك زي ما انت لك انت عايز تبتدي يعني شيء جديد مشاعرك. اه مش عارفة جبالك ازاي برج الحوت انت تشافيت. بالزبط كده. انت تشافيت. لان ازا الصام بيجي بعد دايما دقيقة. بيجي بعد خنقة. بيجي بعد قرف. بعد بكاء. بعد اه اي حاجة بقى عموما اي حاجة باشا. فانت مشاعرك مزهزها. السجاجي كده اللي بتلعيد لما بنغسلها بتبقى مزهزها. هي كده. بالحرف. وانا لسه عامل يعطى وضيحات. هقولك هو عايزي هنا. فخلينا نشيل الكروت بتاعتنا اللي هنا دي هي. دي هي. ونشوف العربة. كده العربة الشريط. هو الظاهر كده والله اعلم انه محتار فعلا. آه. اوه. لا 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 يا برج الحوت لا لا. تعملت اي في الشريكة برج الحوت? ده دفاق فعلا بعد غيبوبة. ده الظاهر انه هو آآ ام النوم كده دورة عليك ملقكش. قال ينهار ازرق. هو راح فين? سي برج الحوت ما قلكمش. بنختفي مرة واحدة. مرة واحدة كده. ما مجيش سبيق انظار. بالزبط حرفيا كده. فقام النوم الصبح كده قال الله هو راح فين? فطب ايه ده? ايه ايه راحت فين ولا? ولا هو راح فين? طب ما دور عليه طب مش عارف ايه. ممكن يكون الشخص ده ما كانش مبين لك مشاعره خالص. نهائي. وكان مبين لك بس الوش ده. لأ? لان انت شايفه شخص. مخبه مشاعره? شخص. مسك سيفه على اي حاجة وبيتلكك. وممكن يكون كان بيتنشك. تبعط له مسج مايردش. تكلمه مايردش. يكلمك بمزاجه ويخلص الكلام بمزاجه وانا ابتدي المزاجي وادخل شخص من الاخر كده عنيف. بيصد. لانه مسك على مشاعره. فهو مسك على مشاعره. ولكن حاليا هو عايز يجي. عايز يجي يقدم لك الاس اف كبس. او ماي جود. او ماي جود. ده ده بيحبك قوي. بحبك قوي قوي برج الخوط يعني مش 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 زار. ده عايز عايز بجد يعني اه عايز بداية جديدة. عايز بداية حقيقية. بداية بقرار. فعلا هو شكله كان بيستهبل مسلا. كان بيستهبل كان بيتلكع معك. كان بي مسلا تقوله ازيك يرد عليها بعد يومين. مسلا يعني. اه الشخص ده عايز اه التباعد اللي ما بينكه ده ينتهي بقى. بالزبط. احنا بنا تباعد. بنكلم بعض في الاحلام. على فكرة هو بيحلم بيك. اوكي? ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على الاحصانة بيض. وقال لا 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 الكلام ده. ممكن يكون بيحلم بيك بيشوفك مسلا الفلقطة في الحلم كده. فعايز ان يتباعد ده بقى. وآآ فرصة جديدة. نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى. انا بادق بجد. بادق بجد. الشخص ده تقريبا زي ما قلت لك كان مخاب مشاعره. كان قافل على مشاعره. وآآ حاطتها كده جنبه وبيرفضك بيصدق. فانت ازهقت. قلت له خلاص يا عم بقى. لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى. خلاص اهو. انا حكمت بالعدل لانا جاي لك ولا انت تروح لي. وسلام عليكم وعليكم السلام. وانا روح لي اشوف لي بقى حد تاني تديره الحب اللي عندي ده بقى. ما خلاص بقى خلصت. ساح من النم ما لقكش. انت مشاعرك زي السامن. انت ممكن تكون لما هو يجي لك انت هتبقى فرحان قوي. بس انا هقولك انت هتبقى فرحان. بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيبتلك بقى. هتبقى فرحان وسعيد جدا. ولكن ممكن تكون مسلا اه يعني مش هتتغر. ولكن هتقول معلمه درس. معلمه درس. هو يعني 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 يسيبني ويمشي. وآه شفت شفت اه انت تعبان قوي يا برج الحوت. تعبك قوي 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 قوي. تعبك قوي. انت كمان انت تشافيت. انت تتشافع. انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي. الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش. الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة. بس ممكن تكون مسلا رائبته مسلا فلاقيته بيعرف ناس تانية. وانت بتتكلم معاه. طب يا عم انت بتكلم بتكلمني وبتكلم ناس تانية? طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك دي ايه? لأ ما بيردش. وآه عندك انت عندك حليل شديد قوي ليه? مع انك واخد العشر صيوف. بس آآ برج الحوت بقى نعمل في ايه? القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب. وخلي بالك. هو شعر ان انت انت الحب الحقيق. انت الحب الحقيق. ما تخافش. انا عارفة ان برج الحوت بيندم جدا على الحاجات اللي اديها لشخصي. ما صندتي اتمام. اديت ايه حاجة ما تخافش. الكرة في ملعبك. انت انتظرته كتير قوي. قوي. انتظرته يتعدل. مرة واثنين وتلاتة. اديت له تمديهات مرة واثنين وتلاتة. لغاية ما قلت بس كفاية. عشر صيوف كتير قوي. يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي المضوع. تقول له مع السلامة بقى كفاية. كفاية بقى انا خدت عشر صيوف في الظهر يا اخي. وانتظرتك بينه فيك كفاية. بس بينه بينك التوحش يعني. حرام بقى. فانا متفقلة بالكارتين دول. لان هو عايز يجي. اوكي بس هو محتر شوية. بس نييته حلوة هو. نييته حلوة. ده جدة بقى. انا هقولك بحبك بجد والله. مش هقولك الكلمة الاولى بقى اخيرها كاف تبقى بفتيك. لا لا لا. هي بحبك. ايه بحبك. طب هو شايفك ازاي شايفك هو شايفك عرض. بس عرض هو مش حوار كبير ولا صغير. بس هو شايفك فرصة. تمام? فرصة. انت فرصة. فرصة اه فرصة حلوة. بكل النواحي بقى. انت فرصة حلوة. فرصة اه شكلا. اه وشايفك ان انت شخص يعني جذب جدا. وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي. يعني ما شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله عرض صادق. مش اللي هو اي كلام. بس عرضك كان صغير. يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي. كنت ش داخل معه قوي. بس يعني انت برضو شخص جذب قوي. وشايفك فرصة. شايفك فرصة فرصة حلوة. فرصة اي مش اي كلام يعني. في المقابل انت شايفه تقى الهوائية غلبة قوي. هو المائية برضو. الشخص زي ما قلت لك جامد اه في المشاعر قوي. بيخب مشاعره. ودايما دايما كلامه تقيل. يعني وتحس ان هو انا اسفة في كلمة غبي. يلا. غبي. غبي في التصرفات. ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات. ممكن يرافع سيفه على اي حاجة. اي حاجة رافع سيفه. يعني ايه يا عمي طب ما تاخد لها ما باخدش ود. طب لي انا عملت لك ايه لا اما باخدش ود. انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برجو الحوت. الظاهر والله اعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان. الشخص ده كان عنده ازمة وبيحلها. ده كان سبب التباعد. ان هو كان عنده ازمة. والازمة دي كانت مخلياة كده. ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلاسية. وهيتخلص من الطرف التالت ويجي لك. هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه. يعني اروح لده ولا اروح لده. وكان محتار. هو شخص محتار. مش عارف يعمل ايه. طيب. انت يا عم انت يا العايز تقدم لي كاس الحب انت انت بقى هتعمل ايه? ايه الفرصة? ايه ايه مش الفرصة? ايه اللي بيفكر يعمله? هو 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 ندمان جدا. قوي. ندمان لدرجة انت متى تخيلهاش. وانا عارف ان في الناس تقول لي لا لا لا. ده عمره مبقى ندمان. مش بيبين. بص انت شايفه ازاي? دي اللي انت شايفه ده حقيقة هو ده اللي بيزهره للناس. انا جامد انا قوي انا ايه? ولا تقصر معي. ولا ولا ايا حاجة. الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي. ممكن يكون حيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك. لان انت مقابله باللافرز. انت بتحبه وبرجل الحوت قوي. مسلا مش عارف اقولها لك ازاي بقى? يلا. فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف. يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا? اه عامل ايه ازايك? مسلا متكلمش كلام مباشر. تمام? يعني حتى هنا شخص مخبي. مخبي مشاعره. فهو هو ممكن يرجع ولكن اه هيرجع اللي هو مش مش الرجوعه اللي هو ايه مسلا انا يلا يلا نتجوز دلوقتي. او يلا نرجع دلوقتي حالا. لا. هو هيبقى مكسوف قوي. وبيترقب انت هتعمل ايه? لانه الشخص ده شكله اه عنده كبريق عليه قوي. قوي يعني مش زور. ويحبش حد يجراحه. ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح. اه بالزبط اهو. شوف الكارت التالت كانت علاقة سلاثية. كانت علاقة سلاثية. زي اللي انا قلته بزبط. فيه قرار هو اخده. الشخص ده يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص. وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام. ونهى العلاقة دي كان كان في علاقة كارما. شخص ده كان في علاقة كارما. لو انتم ما تعرفوش فممكن يكون كان في علاقة سلاثية. كانت في علاقة كارما. الشخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار. شايفك ان انت ممكن. بص بقى ركز معي. من للكينج. انت انت البرنس. شوف انا لفقت انا لفت على كم واحدة ورجعت لك انت في الاخر. انا شفت كم رجل ورجعت لك انت في الاخر. فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده. عشان ما تستغربش. مش هيقول مشاعر خالص. هو الاول هيجس النبض. مساء الخير مساء النور. عامل ايه? او عامل ايه? اه ما متعرفش نعمل ايه اصل الفوطة الصغارة عمالها تعيط والفوطة الكبيرة الام مش لايه. بس. هو ده اللي هيقوله. انما ما تتوقعش يدخل يقولك انا بحبك. لانه بص اي كلمة هيجري هيطير. لانه يعني مش عارف مش عارف يوري وشه منك. انت انت شاكله ما هو طعنك عشر طعناط. هو عارف هو عامل ايه كويس قوي. عارف هو عامل ايه كويس قوي. وعارف انه كان مضيع فرصة من ايده. بس انت بقى مش هتسكت. انت هتقوله انت انت لسه هتندم وتعيط. يلا يا عم. يلا عم انا بحبك. زلافرز. انت هتبايله مشاعرك على طول ممكن? ولا هتعمل ايه? دعنا نشوف كده. بس برج الحود هو وحشك قوي يا برج الحود. وانت هتفرح به قوي. بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلطت في حقك وتعالى نصلح العلاقة. آه انت. مش معقولة يا برج الحود كده. وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى? الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابعة. وانت هتقوله انا هشفيك. انا هخليك تتشافي. الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان. تعبان قوي انا غلطت انا عادف انا غلط. هتقوله ولا يهمك. ممكن تتعطبه. بص ممكن في الاول تعمله الوش ده. ممكن. تعمله ان انت مش واخد بالك. منه. مسلا. او اللي هو اهلا مسلا تفضل. تفضل اهلا بيك يا اخوي اهلا. اهلا تفضل. اه ها. خدت ايه ها? خدت ايه من اللي انت روحت لها. وا 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 وا. كده مسلا. ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايسش فيه. في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه. بتوقع مروحك. ما تكذبش على نفسك بقى. ما تكذبش على نفسك اكتر من كده. اهو. انت جواك دي خطوتك. خطوتك ان انت ترجع له تاني. لان انت شايفه الاستقرار. هو شايفك وانت شايفه العشر كبات. احنا متفقين انت متفقين. ده رجوع لا محال. دي خطوة اللي هو عايز اخدها. لو هو خد الخطوة دي انت هتاخد الخطوة دي. ما خدش الخطوة دي انا مش اخد الخطوة دي. بس بكل بساطة. طيب بص بقى هو الان من ايه? اللي قاله او هو شايف ان العلاقة دي. اه لو انا جت مسلا وقدمت عرض اللي ممكن يحصل. بص بقى. عشان هو عارف اللي عمله وعارف انه هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك. فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض. عشان كده مش عارف يوري وشه منك. خايف يرجع. مع انك بتحبه. بس سواء خايف يرجع. عمل بلاوي. الشخص ده عمل بلاوي. ايا كان اللي عمله بصوء عمل بلاوي. بلاوي بالنسبة لك. فخايف يقدم عرض الشخص ده عنده كبرياء بشع. فخلي بالكم. عشان ده زي ما قلت لك. هتصده جامد هيجري. هيجري. فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه. يزعل بقى هو. يزعل. دايق بقى. انت عندك عروض تانية على فكرة. بس انت كنت منتظر عرضه وكنت منتظره. وما رجعش وخايف ظنك كتير قوي. سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها. يعني هي هتقبل هتقبل مني ان هي اه ترجع لي. يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه يتعمل فينا ده كله. هيقبل آآ يتكلمني مرة تانية. اوه خايف كده. بس انت شايف عكس كده. ان ده حاجة غريبة يعني. شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي. يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي. يعني ايه ده في ايه? على فكرة ممكن تكون العلاقة السوري الكراءة عكسية. وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد. وانت بقى اللي ندمان. بس انا ما اعتقدش ان انت اللي ندمان. ما اعتقدش يا برج الحوت. برج الحوت ما بيندمش على اي حاجة اصابها عموما يعني. بطلح كابس. ده طلعت لك مقلوبة. وده كمان مقلوبة. طب الورق انا عدلية. لا مش عدلية تخيل? يلا. جات مقلوبة. وكويس ان هم جوا مقلوبين. شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت. ازاي خدت الورق ما بصتش فيه? وكارتك هنا كمان. بص يا برج الحوت دي من عند ربنا. خلاص مش هتكلم تاني. شخص ده كان بيتلاعب بك. مش في الاول. مش بيتلاعب. كان بيتملص منك. تجي تقوله ازاي كعمل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام. الحمد لله كويس. كان كل ما ما تقرب منه يبات. قرب ابات. العلقة دي كانت اوف اون. لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة. تتكلمه تلاقيه ويتنج مع واحدة. مسلا. تكلمها هتلاقيها مسلا عاملة لايك لواحد مسلا ولا بتاع اي حاجة. المرة دي عايز يجيلك بعرض. عرض حقيقي. عرض مش هجدد. عرض كل حب. انا حسيب بامتك. انا مش هجري منك تاني. انا بحبك من الاخر. انا عايزة شيب بقى اللي حصل لي. شخص ده يا اما هي حاجة من حالتاني. يا اما هو في عنا سبته بعض وهو اكتشف امتك. يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية والطرف التالت بالمعنى الاضبك كده. مش عايزة اقول الكلمة علاوة بس هو خد الصابونة. طيب اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت اه هو خايف منك. ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله بازن الله في الشهر. لو انتوا رجعتوا لبعض. وكان في شوية اعتاف في الاول للحركات دي كلها فهتبقى علاقة جميلة. مش علاقة ثلاثية. لا لا لا. هتبقى هيبقى في احتفال. هتحتفلوا. مقلوبة دي ولا ايه? لأ. هتحتفلوا. ممكن ممكن اه. ده ممكن يقول لك ايه ناعزة اتجاوزك. يلا يا عم. يلا يا عم نتجاوز يا عم انا ما خلصت خلاص. شخص ده عايز يتجاوز على فكرة. شخص ده عايز يتجاوز. لان اه ايوة بقى هو ده. هو ده. هو ده. هو ده الكلام اللي يفرح. شخص ده عايز ينهي الماضي. بنقفل صبح قديمة بقى يقفل بقى يا برج الحوت بقى يقفل وركز معي كده. ركز ده نتوقع مروحك يا عم. دي العلاقة هي دي انا 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 شايفك لو انت واحدة شايفك والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت. اكتشف ان انت صميت بتاعه وبص. بص الورقة بتكلم والله. هاو? انتوا توقع من روحك بتاع بعض يعني مش يظهر. الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عرف قلطته. طيب اه لو لو رجع يا برج الحوت في انتصار. ده انت حتك فل يا برج الحوت. لو رجع تاني. انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصانع هتفرح. بس هل برج الحوت اه مش عارفة لي بتطلقي. اه في حد ما بينامش. في حد ما بينامش. ممكن يكون هو اوكي? اه في كاس حب هيتقدم طيب حالي. تمام? طيب برج الحوت تعطبه بهدوء ولا تكمل في هذه العلاقة? اعطاك يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت مات عطبوش قوي. لأ. برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى. مع انت جيت لك ملعبي. اه انت خايف. اه. شو قلت لكم? انا كنت شك ان في حاجة هتحصل. لا 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 لا. ليه كده يا برج الحوت? ليه كده? ليه كوين كوين? ليه 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 ليه? انت هتديله كلام جميد قوي. ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا يحصل. مش بقول لك انت وعشان كده خايف منك. ومش بالزبط مش عايز يوري وشه خالص. ده هو بيحسد قلب الف حساب يجي ولا ما جيش. ده انت يعني شال منه الطريقة وعايز انتقل. وعندك هواجز. انت بتقول في نفسك انت انت في غريب قوي يا برج الحوت. انت بتحبه. وعايز معا جواز. وفي نفس ذات الوقت انت خايف مني. بس هتحصل خناء. هتحصل خناء. وهتديله كلامي يعني جامد. مش زر. اللي هو بص بقى انا رفع لك سيفي وجاي لك انا لا خايفة منك ولا اي انتاج. انا مش خايفة منك خالص. طب الخناء دي ممكن يعني تصفر عن ضحايا. هتوجع قلبه. هتوجع قلبه كامد. الخناء دي هتوجع القلب قوي. قوي. هتوجع له قلب قوي. ممكن ما يبينش. بس بعد الخناء دي في شبطر من القصة دي هينتهي. الا وهو الشبطر السيء. وهو ده اللي مفروض يحصل. انت جات اهلا وسهلا. انا بحبك اه. وحشني قوي. بس استنى بقى معلم لان انا شايلة منك كتير. في قصة جديدة هتبتدي. قصة فيها استكرار كرتك يا برج الحود. انت هتبقى مناخد كده الشخص ده هيقول لك بص بقى. هو في حكمة. في بداية جديدة. الشخص ده هيقول لك انا ملكي ايدك. انا ضايع يا معلم. انا خلاص. انا عرفت نفسي. انا ماليش في ان انا هعند صاحب بنات. لا خلصت. انت 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 كنت الام الحنونة. انت الام الحنونة. آه هيبقى فيه اهو. هتشتقلوا على العلاقة دي قوي. وهيبقى فيه رد سريع منه. استكرار. فيه استكرار. العلاقة دي هتتزبط. هتتزبط. الشخص ده هيتزبط. انا عايز اقول لك الشخص ده تعلم درس. بس ايه هو بقى مش هيقوله لنا. مش رادي يقوله لنا. هو ماطي راسه في الارض. وخايف يقول. هو ظهر كده انه. هو راح لحد تاني. بس انت يا برج الحود. اه مطعون منه قوي. بس يعني. يعني مش عارفة. بس انت قديك الحرية. ولكن انت عايز ترجع. اهو. عايز ترجع. انت عايز ده انت عايز تطير عليه. ويبقى في استكرار بعد الخناءة دي. وهيشتعل عليك. ما تلقش. هشتعل عليه. لو ما كانش بيهتم ما هيهتم. هيبقى فيه سيطرة. هتبقى الكنج اوف كابس. برج الحود اعتقد يعني الكلام واضح جدا. ان شاء الله بازن الله بازن واحد احد رجوع. بازن الله ان شاء الله. والتلات سيف دول هو اللي هيتطعر مش انت. لان انت اللي هو اللي مطي راسه مش انت. انت زي الفل. بس انت بتحبه يا برج الحود. انا عارف ان برج الحود احنا بندي كلام بيونك بس والله ما بيبقى قصدنا حاجة يعني من الوجع مش اكتر يعني. واحنا ما بنعاتبش حد مش عايزينه في حياتنا. طيب آآ برج الحود كراءة شعر تمانية خلصت. آآ ان شاء الله بازن الله هعمل كراءة عن المنفصلين في فيديو لوحده. كل برجو هيبقى ليه تلات كروت. بالترتيب كده فيديو كامل كل الابراج. عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. وآآ عشان كمان اللي يدخل ما يعودش كتير يعني في الفيديو. فمرسيك جدا يا برج الحود. وآآ اتمنى اتمنى الكلام اللي في الورق ده بازن واحد احد بازن واحد احد يتحقق. لان انت موجوع قوي قوي برج الحود وآآ انا نفسي موجوع يلا مش هنتكلم كتير. فان شاء الله بازن الله هاي ايه هاي هيرجع بازن الله ويتعيدل. طيب بنقول الابراج تاني عشان الناس بتسأل بس. احنا عندنا ابراج ترابية. اوكي? ادي ابراج ترابية. وآآ ده ده وآآ برج الجوزاء. اوكي? الشمس والشمس هنا في برج الجوزاء. برج العقرب والاسد. تمام كده? وده برج هوائي برضو. وعندنا برج السرطان. وآآ برج مائي. اي ان كان اي هو البرج ده. وآآ ايه تاني يا ربي? وقلنا برج العزراء قبل كده. وايه تاني? ابراج ترابية زي ما قلنا. وآآ ما عطقتش فيه برج تانية. آآ. لأ مفيش اي ابراج تانية. آآ. طبعا برج كنتا كرتك انتا لو بتتعامل بقى ما حد برج الحوت فهواه. ظاهر لنا. هيجي اقدم لك العرض اللاتشيف ده. آآ. وبرج الجديد. فمرسي جدا 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 يا برج الحوت. وآآ ان شاء الله بازن الله بازن واحد احد.